اشتركوا في القناة لانو راح اشرحها بطريقة شوي اكثر تفصيلا عن الايام الماضية او عن الطريقة الماضية بنا ندخل بمرحلة جديدة هسا فحابب اني هيك شوي اكشف عن جانب من جوانب كيف انا بعمل التوقعات فعشان هيك بدي ياكوا تركزوا معي بشكل مظبوط وبرضو يعني بعض الجوانب هيك بدي تهتموا فيها خصوصا للي بحبوا علم الفلك او اللي بحبوا يتعلموا من علم الفلك بدي ياكوا تركزوا هيك مظبوط معي لانو فيها معلومات راح تكون مميزة جدا طبعا ما راح احكي التوقعات لكل برج بالتفصيل فانا راح اخسلكوا الموضوع عشان تفهموا انتوا علي التفصيل هذا او طريقة كيف انا بطلع التوقعات هاي او كيف بحسبها عشان تصير يعني بلاش نضيع الحلقة لانو هيك هاي الحلقة معناته راح تاخذ معنا مش اقل من ثمان ساعات اذا بدأ اشرح بنفس الطريقة فعشان هيك برج الحمل اللي هو اول برج راح اشرح فيه الطريقة اللي انا بستخرج فيها لباقي الابراج فانتوا من خلالها لما تسمعوا برج الحمل كيف انا بستخرج خصوصا للمهتمين اللي مش مهتم يروح يسمع برجه ويروح يعني هاي امور بدأ واحد عنده شغف لعلم الفلك او بحب علم الفلك او حاب يتعلم علم الفلك او يعرف علم الفلك كيف بنحسب هاي التوقعات كيف بطلعوها كيف بحكوها البني ادمين هدول اللي بحكوا في علم الفلك انا راح اشرحه في برج الحمل فعشان هيك اللي مهتم يعرف الطريقة يسمع برج الحمل اللي مش مهتم يسمع برجه اللي يعني نص نص يسمع برجه ويسمع طالعو ماشي طبعا اليوم توقعاتنا ليوم الخميس 28 خمسة القمر موجود في الاسد في منزلة الزبرة وهي منزلة للربح والحرية والصلاح والاصلاح وتأثير القمر دائما لما بيكون موجود في برج الاسد في الفترة هاي دائما منشعر ان الناس من حولنا اكثر كرما مما اعتدنا من الناحية المادية والعاطفية بيكون التركيز حول الاستمتاع والترفيه وتبادل العاطفة مع الحبيب بوسعنا التقرب من المسؤولين ومحاولة الحصول على بعض المطالب العادلة بوسعنا اقتراض المال واستثمار او الاستثمار او اقتناء حلية ثمينة والتحلي بالشجاعة وارتداء ملابس انيقة بتلفت انتباه الاخرين النا بالنسبة للزوايا الفلكية اول زاوية فلكية رح تكون بعد الحلقة هي زاوية التزديس ايجابية رح تكون بين القمر والشمس رح تكون في تمام الساعة سبعة ودقيقتين مساء منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنطلق المساندة والدعم من الاصدقاء منتجه لتغليب العقل ومنصبح اكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا اما الزاوية التي تريها هي زاوية التربيع سلبية بين القمر والورانوس في تمام الساعة تسعة وثلاثة وثلاثين دقيقة مساء تخلق لدينا شعور بالملل من اي عمل روتيني يفضل اخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك ولكن من ناحية سلبية يعني مفاجآت من ناحية سلبية اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي اخر زاوية هي زاوية التزديس ايجابية بين القمر والزهرة راح تكون في تمام الساعة وحدة ونص بعد الظهر بتتأجج العاطفة اتجاه الجنس الاخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطائهم وابداعهم بعد الزاوية هاي مباشرة يعني الساعة وحدة ونص بعد الظهر بيصير خلوة المسار خلوة المسار يعني اشي سلبي راح يستمر طبعا مدة طويلة يعني راح يستمر من الساعة وحدة ونص بعد الظهر لغاية ثاني يوم اللي هو يوم 28 يوم 29.05 اللي هو يوم الجمعة لغاية تقريبا الساعة 11.39 دقيقة بعد الظهر طبعا المدة هاي والسبب انه ليش المرة هاي خلوة المسار طبعا هذا السؤال انا انسألته ليش خلوة المسار طويل السبب انه بتنتهي هاي الزاوية اللي هي اخر زاوية احنا حكيناها اللي هي بين القمر والزهرة اللي الساعة واحد ونص هاي بتستمر تقريبا لساعات يعني بنقول تقريبا لحدود الاربع ساعات بعد اوجها يعني لعند غروب الشمس ولكن انه بعدها بصير القمر محترق يعني محترق يعني ما بعمل ولا اي زاوية فبما انه القمر ما بعمل اي زاوية وبدو ينتقل فبصير هذا اسمه خلوة المسار فاخر زاوية بشكلها هي بداية خلوة المسار وبما انه الزاوية اللي رح يشكلها بعديها رح تكون لما ينتقل للعذراء فمعناته خلوة المسار رح يكون طويل يعني مدته قرابة العشرين ساعة ماشي الان انت عازم على امر او بدك تعمل امر او ناوي على امر ما قبل خلوة المسار بتقدر تعمله في اثناء خلوة المسار يعني مثلا توقيع عقد بدك توقع العقد انت العقد هذا متفق مثلا مع صاحب الشائن او صاحب الموضوع يبل خلوة المسار يعني مثلا يبل بيوم يومين بثلاثة خلص انه انت متفق انت ويابتك توقع العقد واجى الوقت خلص انه تحديد الوقت لفراغه او فراغك اجى في فترة توقيع العقد اجى في فترة خلوة المسار الان انت ناوي على الامر هذا وعاقد النية على هذا الامر فتوقيع العقد بكون جاري ما فيه اي مشكلة مش نحس فهمت علي ولكن لو انا اجيت مثلا قاعدت مع الشخص هذا في فترة خلوة المسار وقلت له معلش لو سمحت بدي اوقع عقد معاك او بدي اجدد عقد معاك لا هنا بنقول احنا ما بصير توقيع العقد في هذا الفترة لانه فترة نحسي بقرارك وتوقيعك مع بعض وصلت المعلومة عشان هيك حبيت اوضح هاي النقطة طيب فترة خلوة المسار دائما احنا بنحكي نفس العبارة هذا يعني انه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم اي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلوة المسار وصلت المعلومة عشان ما نطولش عليكم يعني هاد هو بالنسبة لموضوع خلوة المسار طبعا فيه عندنا انتقال عطارد ولكن انتقال عطارد بما انه رح يجي بعد حلقة بكرة بالوقت فعشان هيك اجلتوا انا لبعد حلقة الغد وخصوصا انه في شرح كثير عليه فعشان هيك اجلنا بالحكي عنه لبعد حلقة الغد انه رح ينتقل لبرج السرطان اما بالنسبة للقمر بما انه موجود في الاسد معناته زي ما حكينا خلوة المسار يوم 28 برح يستمر لغاية يوم 29 من الساعة واحد ونص للساعة 11 و39 بعد الظهر لا ينتقل بعدها لبرج العذراء اما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر القمر الهلال ستة ايام في تمام الساعة 7 ونص صباحا بصير سبع ايام نسبة الاضاءة 25 في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجوزاء حتى 20 ستي المزاج منتحس القمر في الاسد حتى يوم 29 خمسة المزاج منتحس عطارد في الجوزاء حتى يوم 28 خمسة المزاج سعيد الزهرة في الجوزاء بيتراجع حتى يوم 25 ستي مزاجه منتحس المريخ في الحوت حتى يوم 28 ستي مزاجه سعيد المشتري في الجدي بيتراجع حتى يوم 12 تسعة مزاجه منتحس زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم واحد سبعة بعدين بدو يرجع من الدلو للجدي بعد واحد سبعة مزاجه منتحس اورانوس في الثور حتى يوم خمسة عشر ثمانية بعدين بدو يبدأ عملية التراجع في نفس برج الثور مزاجه سعيد نبتن في الحوت بيتراجع حتى يعني يوم ثلاثة وعشرين ستة مزاجه سعيد بلوته في الجدي بيتراجع حتى يوم أربعة عشرة وبعدين بنهي عملية التراجع تعته مزاجه منتحس طيب بيجي شخص بقولك انت ليش تحكي سعيد وليش بتحكي منتحس هسا على حسب الزوايا اللي بيشكلها الكوكب وحجم الطاقة للتشكيل هذا من المعتدي على مين احنا منسميها يعني القمر لما بنتقل هو اللي بيعمل اتصالاته مع الكواكب الثاني ما في كوكب ثاني هو اللي بيجي بيعمل زوايا مع القمر فعشان هيك بنقول القمر يعتذي على الكواكب الثانية فعشان هيك بعطي قوة معين لحالو فعشان الزوايا السلبية اللي بيشكلها في بيت الأسد خصوصا اللي هي على أمس لاحظتوا انه كلها زوايا سلبية اليوم زوايا ما فيش غير زوايا واحدة إيجابية فساعة السعد بتاعته بتيجي في فترة الزاوية وبعدين بدخل في فترة خلو المسار اللي هي بعد سبع درجات بعدها خلاص انتهى بصير القمر محترق فهو منتحس باقي الكواكب اللي بتتراجع هاي كلها اللي موجودة في الخارطة الفلكية فلما انت تيجي تشوف انه اشي قاعد بتراجع في الجوزة اشي بيتراجع في الزهرة اشي الزهرة بتتراجع مثلا في الجوزة عندك كواكب بتتراجع في الدلو في الجدي هاي توزيعة في زوايا ثانية بتتشكل في زوايا تربيع بين كواكب وكواكب هاي كلها بتضعف عدة الكواكب هاي فبصير الكوكب ما يعطيك طاقة ايجابية بصير يعطيك طاقة سلبية عشان هيك منحكي لما بعطي طاقة سلبية منحكي منتحس لما بعطي طاقة ايجابية منحكي سعيد لما بكون زي القمر انه منتحس مدة طويلة وبعدين بدي يعطي ساعتين بس سعادة وبعدين بدي يرجع يدخل في مرحلة النحوسة عادة احنا اذا كانت الزوايا كثير ايجابي سلبي ايجابي سلبي بنسميها ممتزج يعني ممتزج ما بين النحوس وما بين السعادة ولكن لما بوصل انه لا هو اغلب الوقت يعني الغالب اللي اكتر من عشرين في المية لالو بده يكون منتحس معناته خلاص منتحس الكوكب هذا ما بنذكر ساعاته لانه بصير الحلقة طويلة وبدأ فصل ساعاته فعشان هيك هاي ليش انا بذكر هذا الاشي يعني هاي الجزئية اللي ما حدا بستجري يذكرها وبجرؤ انه يذكرها لانها هاي حساب قوة الكواكب احنا منسميها وقوة الزوايا حساباتها مش سهلة هاي فيه اشخاص مثلا بيجوا بقولك ادعوا الدعاء هذا يوم الاثنين في ساعة الزهرة ما فيه ناس تعرف تحسبها من المتابعين اكيد فيه اشخاص بعرفوا يحسبوها هاي او اذا هاي للزواج او انت للعمل في ساعة عطارد مثلا يوم الاحد ادعوا بالدعاء هذا في بكون عطارد سعيد فانت ادعوا طيب ماشي انا لما باجي بقولك عطارد سعيد معناته اه معناته يوم الاحد في ساعة عطارد عطارد بكون سعيد ولكن لما انا بكون كاتب لك اه في اه الزهرة وانت بدك اشي للزواج او للتقرب او لشغلات زي هيك وباجي بقولك يوم الاثنين في ساعة الزهرة ادعوا بكذا لانها ساعتها سعيدة طيب ما هو انا كاتب لك منتحس ما الكوكب منتحس معناته انت لا تدعي وظلك تدعي في هاي الساعة الا اذا ربنا اراد فهي كلها بارادة ربنا ولكن انا بقولك منتحس معناته العمل اللي بدك تعمله في ساعة الزهرة منتحس معناته نحوست الزهرة هي اللي رح تنعكس عليك فانا قاعد بشرحهاي سعيد ومنتحس سعيد ومنتحس يعني الان انا بدأ اشرح لكم ليش انا بحكيها ولكن في الاول كانت في ناس مش فاهمتها فانا حاب اني اشرحها باسترسال اكثر عشان اللي بيجو بتفلسف وبقولك خذ هذا الدعاء ودعي يوم الاثنين طب ما يوم الاثنين طب هو الزهرة نفسه هو سعيد بزواياه سعيد ولا منتحس وصلت كل معلومة فعشان هيك انا حبيت اني اوضح هاي النقاط وما حدا من كل الفلكيين اللي موجودين الا قلة طبعا اللي انا بعرفهم مش الاشخاص اللي انتو بتعرفوهم مش الاشخاص اللي بتتابعوهم اللي بيجو بقولك بعلم الرمل وبعلم الكيتو والمش عارف ايش وهدولة هدولة ناس لقطوا شوي من علم الفلك درسوا شوي تعلموا لهم شوي اخذوا لهم من اكمن موقع قرأوا لهم من اكمن كتاب صاروا يطلعوا يعملوا حلقات ويسرق من هون ويركب من هون ويغير لك في المعنى ويجي يقولك بدي اسبق انا خلينا ادخل الرمل مع الفلك مش عارف ايش عشان هدولة الفنجان مع الشد معالة التاروت ويطلع هذا الحساب ما حد بقدر يحسبه الا الفلكي اللي بيعرف كل درجة قديش قوتها وكل كوكب في كل درجة قديش قوته يعني مثلا الشمس في الاسد كوكبه معناته لازم يكون سعيد لما بكون الشمس موجودة في الاسد طب ما في درجات موجودة في نفس الاسد الشمس نفسه بتصير منتحسة طب هاي درجات اي درجات خلي الشاطر اللي بيعرف في علم الفلك يقولكوا اياها في الحلقات القادمة ان شاء الله في مراحل التعليم رح نوصل لهاي المرحلة ورح اشرحلكم اياها ولكن انه ما حد بقدر يشرحها الا اللي بيعرف حسابات درجات وقوة الكواكب وطاقاتها عشان يعرف تأثيراتها والستك المعلومة مش تكبرا او غرورا قاعد بحكي هذا الحكي انا بحكي هذا الحكي عشان اريحكوا ما تسمعوا لاشخاص ما لهم علاقة في علم الفلك بتكون تابعوهم تابعوهم ولكن ما تأخذوا في تلامهم كثير بسمع انا قاعد اسئلة يعني هم بعملوها وبحاولوا ينقشوا فيها على اساس انه انت تتابعو وعساس انه انت تروح تسأل واحد بفهمه وبقدرش يشرح لك اياها يعني معلش بدأ اسألكوا سؤال في شخص اكيد هسا كثير منكو رح يقول احنا سمعناها انه بقولك انه الشمس الان في مرحلة الاقتراب للارض سمعتوها هاي اكيد لانه انسألت هذا السؤال على صفحة والتعليق موجود ما زال موجود من صديقة موجودة على القناة مش اني انا بسخر منها او انه انا خدت موضوعها بسخرية لا الموضوع ماشي وين هذا باي كيف قاسها يعني كيف عرف يعني معاك ليبر يعني متر هيك يجاس بين الشمس والارض وعرف انها قاعدة بتقرب على الارض ولا شاف قطر الشمس ولا على اي حساب من اي موقع من اي من اي وكالة من اي قمر صناعي حسب الموضوع هذا هذا كل ياتو اللي بنحكى كلام مغلوط ما في منه صحة نهائيا اللي انحرافات اللي بتصير هي انحرافات للكرة الارضية ما الها علاقة بالشمس الشمس ثابت في مكانها والقمر ثابت في مكانه يتحركوا بدورتهم كل الكواكب بتتحرك في دورتها اللي ربنا انشأها عليها بامر من الله الكرة الارضية نفسها هي اللي بتتمايل على المرة يمين ومرة يسار موسم بتكون على اليمين فبتبعد عن الشمس شوي فبصير عنا الشتاء فلم تلف على الجهة الثانية وتقرب على الشمس درجة بصير عنا احنا الصيف اللي هي هاي بنسميها الشتاء والصيف طول النهار وقصر النهار اللي هي هاي بتعتمد على مدار الارض ومحور الارض وقصتايك فانه قربت شو بتقرب ما هي فعليا هسا احنا دورانا باتجاه الشمس لانو احنا بداية الصيف معناته يعني راح يجي الصيف علينا معناته احنا اللي بنقرب قاعدين على الشمس مش الشمس اللي بتجرب علينا بس تصحيحاً للمعلومة حلقتنا اليوم الطويلة يعني بتكون تسمع معلومات اليوم غير شكل وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعاً القمر موجود في البيت الخامس ولكن وجوده في البيت الخامس لهذا اليوم محترق يعني حكينا انه مش رح يعمل زوايا ايجابية فهو سلبي معناته الي رح نتوقع احنا من وجوده في الاسد شيء فيه نوع من انواع السلبية ماشي؟ ما بقدر اعطيك ايجابية في الموضوع هاد لانه هو موجود في الاسد الي معامل زوايا سلبية بمقابلة جاي فيها بده يجي مع زحال بده يجي مع المشتري بده يجي مع الكواكب كلها هاي اللي موجوده وين موجوده في الجدي وموجوده في الدلو طيب عشان هيكي شو منحكي؟ منحكي بتشتد رغبتكم في التقرب من احبائكم وقضاء وقت ممتع معهم لانه هو تأثيراته بوجوده في المكان هاد هذا التأثير الي رح يعطيه على الغالب فترة مثمرة ايجابية ماشي؟ لكن ايش اللي بنحكي؟ انه هاي الفترة بتحمل بعض المشاحنات العاطفية او سوء التفاهم العاطفي او قلق عاطفي او اشي ممكن يستفزك من احد الاحبة تصرف موقف احد الابناء ويعتبروا الاحبة ماشي؟ فهنا هذا تفسير البيت الخامس اللي هو الموجود في القمر طيب ننا نيجي هالساعة البيت الثاني او البيت الاول البيت الشخصية البيت الشخصية اللي هو برج الحمل نفسه اسمه بيت الشخصية البيت الاول طيب في البيت الاول هذا في عنا القمر الاسود وقمر الاسود موجود محترق مش عامل زوايا هذا اليوم هينزل نسبة الحضوض بالنسبة للبيت الاول طيب نفس الحمل هاد عامل زاوية تربيع مع الجدي فراح يتأثر من الكواكب اللي بتتراجع هينزل كمان درجة عنا فمعناته اليوم في نازل درجتين سلبيات ماشي؟ فشو منقول؟ منقول انه هذا اليوم بما انه قطع لبعد المنتصف منقول هذا اليوم هو روتيني بالاغلب على حسب طبيعتك بتكون لانه القمر المحترق اللي هو القمر المحترق والقمر الاسود مش عاملات زوايا فمنقول روتيني فهذا الروتيني بيعني ممكن انه في ساعات المساء يعني طول اليوم نفسيتك بتكون روتينية على طبيعتك بتتعامل مع كل الاشخاص طيب في ساعة المساء في زاوية رح يشكلها القمر الاسود بس الكاء الزاوية هاي رح تكون سلبية فعشان هيك شو منقول؟ نرجع للدرجتين اللي حكينا عنهم في البداية منقول انه الدرجتين هدولا بيسبب لك نوع من انواع العصبية او الحدية في ساعات المساء يعني بدك تدير بالك في ساعات المساء من بعض الحدية او التوتر او الخلافات اللي ممكن تحدث في هذا اليوم طيب البيت الثاني البيت الثاني موجود عندنا اللي هو الثور موجود عندنا اورانوس اورانوس عامل زاوية تربيع تربيع هاي جاي مع كواكب اللي بتتراجع قاعدة في الجدي معناته سلبي طيب البيت الثاني هذا بيت المال بما انه في سلبيه وأورانوس مفاجآت فشو بيجيب؟ بيجيب دائما مصريف الزيادة بشكل مفاجئ متطلبات مالية بشكل مفاجئ افكار بصرف المصاري بتيجي بشكل مفاجئ بتيجي عندك فكرة بدك تعملها اليوم ولكن هاي بتكلف مصاري ممكن ما الها داعي فمنقول لك دير بالك من المصريف الزيادة وما تحاول انك تبذخ الزيادة في المصريف عامل برضو اورانوس نفسه عامل زاوية تربيع جاي مع المريخ هاي من ايش بتيجي؟ يا اما تحصيل ديون يا اما للاشخاص اللي بيشتغلوا في مجالات التسويق ماشي؟ اي البيت الثاني طيب وصلنا للبيت الثالث البيت الثالث عنا الجوزاء طيب الجوزاء هاد عامل زوايا يعني عامل زوايا في عنا الزهرة عنده بتتراجع عنا الشمس عامل زاوية تربيع مع المريخ وعامل مع نبتون عنا عطارد نفسه قاعد بنتقل من عنده طيب البيت الثالث هذا بيت الاتصالات من المفروض انه احسب انه تزديس مع برج الحمل معناته ايجابية لا في عندي انا اشياء بتضعف اكثر عشان هيك منقول اليوم عندك تنقلات لانه الزهرة نفسها عاملة حكينا في البداية التوقعات عاملة تزديس فهاي بتعملك نوع من الانواع الايجابية والحضوض العاطفية من خلال التواصل فممكن اليوم تكثر عندك التنقلات امور التسويق ممكن تكون مقنع في وجهات نظرك ولكن بغلب عليك اللي هي امور التهور من المريخ زاوية التربيع فعشان هيك ممكن يتعرض لبعض الحوادث او لبعض الاصابات خلال هذا اليوم طيب زاوية التزديس ايش بتفيدني بتفيدني في مجال الاقناع في مجال الامتحانات ولكن الزوايا الاكثر تربيع فعشان هيك بقول لك ايش بقول لك دير بالك اذا عندك امتحان بدك تتركز بشكل جيد على اساس انه ممكن يصير في مفاجآت خلال هذا اليوم ايه خلصنا البيت الثاني البيت البيت الثالث خلينا نروح البيت الرابع طيب البيت الرابع الان بنتقل عليه قاعد عطارد وفي نفس اللحظة البيت الرابع هذا عمل هو نفسه تربيع مع الحمل والحمل عمل زا يعني الموضوع مش موضوع سهل عملية التوقع اللي انا بحكي لك اياها انا حبيت اشرح لك اياها بث مباشر عشان تفهم انت انه هاي التوقعات اللي بتنكتب او اللي انا بقول لك اياها ما بحكي لك اياها انا هيك او اللي صفحكي او من وين جبتها او ليش بتبرم كثير يعني اللي بيجي بكتب لي والله بتحكي كثير يا اخي تتابعنيش يعني انا بتعب عشان تيجي تقولي بتحكي كثير انت بدك تسمع كلمتين روح اسمع كلمتين فعشان هيكي انا حبيت اشرح لكه جزئية الان لو اجينا حتى للرابع اللي هو بيت البيت بما انه في هذا الفراغ وفي زاوية التربيع اللي جاي مع القمر الاسود وعندها هي مقابلة اساسا هو نفسه عامل مقابلة مع الكواكب اللي بتتراجع في الجدي اللي مقابله مباشرة معناته بدي يكون في مشاحنات على مستوى البيت في احداث منزلية ممكن انه تصير خلال هذا اليوم سوء تفاهم مثلا اعطال معينة ممكن تصير ممكن تفكر انت في هدم شيء يعني مثلا هدم واجهة في البيت هذا عطل يعتبر لانه بدك تعطل البيت واللي في البيت وبدك تشغلهم وهذا هذا يعتبر من الاعطال ترميمات خلاف انت واحد الابناء سوء تفاهم اهتمام بقرار عائلي كل هذا بيت البيت انشغالك في امور عقارية استئجاره اجاره هاي الامور كلها هاي امور عقارية برضو الها في هذا الموضوع ماشي طيب الان مننتقل للبيت الخامس اللي هو بيت العاطفي واحنا شرحنا في البداية انه هو سلبي لانه عامل كذا وكذا 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 عامل زوايا انه محترق ووجوده مش مناسب وعامل مقابلة فممكن يصير فيه سوء تفاهم ما بينك وبين الحبيب خلال هذا اليوم وقس على ذلك كل الحسابات فعشان هيك حبيت انه انا اطلعكو على بعض المعلومات اللي لازم انه انتو تحاولوا تعرفوا انه هذا جهد مش جهد سهل ماشي انا شرحتلكو يا هيكي انا بالنسبة الي ممكن اشرحه باسرع من هيك او اني انا بلخصه قبل الحلقة عشان انتو تفهموه طيب بالنسبة للبيت السادس اللي هو العذراء لو اجينا على اصحاب العذراء الان طب هو بيت المتاعب يعني القمر موجود في بيت متاعبه فاحنا بنحكي العذراء تعبنين طب انه نيجي نقول العذراء تعبنين ونيجي نقولك بيتك السادس معناته ممتاز طب هو ضعيف اساسا العذراء نفسه ضعيف فكيف دي يكون ممتاز معناته اي شيء له علاقة بالعمل او بالصحة له البيت السادس هذا بده يكون في بعض المشاكل خلال هذا اليوم يعني ممكن يصير فيه اعمال اضافية ممكن يصير عليك ضغط اعمل تتوكل فيه اكثر من اعمل تحاول تنجزه اليوم ما تقدر ممكن يتراكم عليك بعض الامور او مشاكل مع زملاء او مع احد افراد المكان اللي انت بتشتغل فيه وممكن انت تشعر ببعض التوعاوكات الصحية لانه التأثير مش قوي كثير بالنسبة للبرج طيب بالنسبة للبيت السابع اللي هو الميزان طيب الميزان ما هو مقابل الحمل الحمل ضعيف روتيني حكينا عنه هو مقابل الميزان معناته بده يكون ضعيف فمعناته بدنا نيجي نقولك انه البيت السابع اللي هو بيت الشراكة المالية والعاطفية اللي هو بيت الازواج هذا البيت شوي هو روتيني ولكن في ساعات الظهر لانه في زاوي راح تتشكل في ساعات الظهر ممكن شوي يصير فيه سوء تفاهم او خلاف ما بينك وبين الشريك فعشانيك ممكن تحتد او تعصب خلال هذا اليوم او يصير اي امر يعمل خلاف ما بينكم اما بالنسبة للبيت الثامن اللي هو العقرب طيب العقرب نفسه عامل زاوي التربيع هو التربيع مع الدلو اللي موجود فيه زحل وبيت راجع زحل ماشي وعامل مقابلة معه رانس اللي عامل زوايا تربيع فمعناته شو بدي يكون ايب نيجي احنا بنقول مع القوة تبعته اللي موجودة فيه لانه برضو بشكل زوايا ايجابية مع الحوت ومع المريخ معناته هو بنقدر نقول هاي عادلة هاي فنقول الامور المالية المشتركة روتينية ممكن انه بعضكم يهتم ببعض المسائل اللي لها علاقة بالبنوك او المصارف او امور لها علاقة ببعض الديون او سداد الديون ولكن بننصح باليوم زي هاد انه ما توقعوا على شيء جديد او عقدي جديد او امور جديدة طيب بالنسبة للبيت التاسع البيت التاسع اللي هو القوس نفس الاشي بنطلع عليه القوس بيجي واحد بيقول لك ما فيش فيه كواكب طب ما هو البرج نفسه بعمل زوايا يعني البرج نفسه بعمل زوايا فهاي الزوايا ايجابية ولا سلبية مع هذا البرج فمنيجي بنطلع عليها منشوف لا هو الزوايا اللي راح يشكلها ان كان مع الدلو مع زحل ايجابية بده يشكلها برضو مع الحمل القمر الاسود راح يكون ايجابية مقابلته مع الجوزة برضو فيها ايجابية وبرضو تثليثه مع الاسد مع القمر راح يكون فيه ايجابية معناته البيت التاسع تبعك يعني بعطيك شوية ايجابية رغم انه فيه سلبيات موجودة فعشان هيك بمقول لك يعني شوية ممكن انه تتعركس بعض الاتصالات او تتعامل في الاتصالات على طبيعتك ممكن يجيك حدث ايجابي من برا ممكن تسمع خبر يسعدك خلال هذا اليوم ممكن تهتم في امور الها علاقة بالتنقلات البعيدة او الاتصالات البعيدة يعني بمعنى اخر في نوع من انواع الايجابية اما بالنسبة للبيت العاشر اللي هو الجدي شايف انه بشكل زاوية قوية جدا ما بين الشمس وما بين الكواكب كلها اللي موجودة تتراجع وهي زاوية تثليث قوية فعشان هيك منقول معنى تبعطي دفعة ايجابية قوية وفي نفس اللحظة الجدي بيعمل زوايا برضو ايجابية معنى بتن برضو هاي قوية معنى تبعطيني ايجابية معنى تبعطيني ايجابية معنى بيت السمعة قوي جدا خلال هذا اليوم بيدعمني على مستوى العمل او المؤسسات الكبيرة او تقديم طلب او مقابلة عمل او امور الها علاقة بزميل بزميلة بعلاقة حب من مكان العمل بتواصل مع حبيب في العمل اه انجاز بعض الاعمال بمساعدة زميل بمساعدة رئيسي بالعمل يعني امور ايجابية طيب بالنسبة للبيت 11 البيت 11 معناته جينا للدلو طيب الدلو هذا بيت الاصدقاء طيب كيف الوضع بينه وبين الاصدقاء ما حكينا زحل بتراجع فيه وزحل عمل ايجابي وعمل سلبي لو جينا للتوازن تبع الايجابي والسلبية وهو بتراجع معناته السلبية بترجع معناته بنحكي انه ما زالت الامور ما عندك في بعض الخلافات او التوترات او الانزعاج من صديق معين اما انه تقلب فيه رأيه او بحاول يفرض سلطته عليك او شوي بتطلب منه معونة او استشارة وهو بتردد بالتجاوب معك طيب بالنسبة لبرج الدلو بالنسبة لبيتك 12 بيت المتاعب الحوت طب الحوت المريخ عمل تربيع ونبتن عمل تربيع ماشي ماشي عملات ايجابية ولكن هو قلل من حدية السلبية اللي موجودة ولكن فيه سلبية موجودة معناته بنقول لك حاول تنجز الاعمال الضرورية والمهمة حاول انك انت تهتم بصحتك حاول تهتم بعملك بشكل جيد ممكن اليوم تهتم بصحة حبيب او قريب او زيارة او عيادة مريض في مستشفى او في البيت وصلت المعلومة حبيت انا اشرحها على برج الحمل لانه هو اول الامراج ولكن كل التوقعات مبنية على نفس ما شرحت لك اياها يعني ما جبت اشي من برا حبيت اشرح لكم اياها بطريقة مبسطة سلسة عشان الكل يفهم ايش انا بقصد بتوقعاتي وكيف انا بجيب توقعاتي ما رح اشرح حسا ما جل البروج لانه تقريبا الكل صار فاهم انا كيف بحدد التوقعات برج الثور بتحتل الامور البيتية والعائلية القصة الاكبر من تفكيركم بتجدوا تعاون من افراد العائلة ممكن تلمس توتر على الصعيد الشخصي او العائلة شوي ممكن هيك يكون في امور لها علاقة بعملية جراحية بمستشفى بشخص في مستشفى ممكن اليوم انك تستشير طبيب ان دعت الحاجة واذا صار في سوء تفاهم او خلاف خلال هذا اليوم مع اي فرد من افراد العائلة يعني حاول انك تضبط اعصابك اما بالنسبة للبيت الاول فهو ضاغط سلبيا فعشان هيك النفسية شوي متقلب خلال هذا اليوم في نوع من انواع الحدية او العصبية او التوتر فعشان هيك يعني شوي بدك تمسك عصابك ما في داعي للاندفاع او للتهور خلال هذا اليوم اما بالنسبة للبيت الثاني فالامور على المستوى المالي فيها نوع من انواع الضغط فتكثر المصريف او الدفعات خلال هذا اليوم او المشتريات الغير ضرورية او الاهتمامات بصرف الفلوس في غير مكانها اما بالنسبة للبيت الثالث فانا شايف الامور على مستوى التنقلات برضو فيها نوع من انواع الحدية فعشان هيك بدك تدير بالك اثناء التنقلات واثناء النقاشات من العصبية وردات الفعل العصبية طبعا هذا اخر يوم بتعانم من الضغوطات هاي اللي احنا حكيناها الثلاثة فعشان هيك يعني شوي بدك تدير بالك خلال هذا اليوم اللي عنده امتحان بده يركز ويدرس بشكل جيد اما بالنسبة للبيت الرابع فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الخامس فانا شايف الامور تقريبا يعني فيها نوع من انواع الايجابية على المستوى العاطفي ومستوى الحضوض بس ما تعتمد على الحضوض كثير يعني العاطفي ممكن تعمل تقارب او مصالحة ما بينك وبين الحبيب خلال هذا اليوم وممكن يعني يكون فيه لقاء او تعاطف على مسألة معينة اما بالنسبة للبيت السابع فش طب اما بالنسبة للبيت السادس فانا شايف الامور يعني فيها نوع من انواع ضغط على المستوى الصحي او على مستوى الاعمال فاللي عنده عمل اليوم ما رح يقدر ينجز كل الاعمال رح يكون عنده ضغط كثير او مسئوليات كثير او يعني توترات على مستوى العمل اما بالنسبة للوضع الصحي فممكن يحمل بعض التقلبات الصحية بدك تدير بالك اما بالنسبة للبيت السابع فانا شايف الامور يعني على مستوى بيت الشراكي يعني تقريبا روتينية ولكن في ساعات ظهيرة ممكن تحملك هيك نوع من انواع الخلاف ما بينك وبين شريك المال او ما بينك وبين الزوج او الزوجي فحاول انك تمسك عصابك وما تخلي الامور يعني تفلت من اليدين يعنو ممكن يصير في خلافي كبير ولكن انا مش شايف خلافي كبير ولكن ان شاء الله انو يعني شغلي بسيطة وبتمر اما بالنسبة للبيت الثامن فبرضو بيحمل لك بعض التوترات خلال ساعة الظهر فهاي بتحملك نوع من انواع المصاريف للزيادة او الاهتمام ببعض الامور البنكية او المصارف او التحولات او سداد الديون فشوي بتكون مزعجة خلال هذا اليوم اما بالنسبة للبيت التاسع فهو روتيني مطلق ما فيه اي شيء لا ايجابي ولا سلبي فبتتعامل على طبيعتك خلال هذا اليوم اما بالنسبة للبيت العاشر فانا شايف الامور جيدة على مستوى بيت السمعة بتدعمك بقوة خلال هذا اليوم فممكن تنجز بعض الاعمال بالتفاهم او بتوزيع المهام ما بينك وبين زميل او رئيسك بالعمل او ممكن تنجز عمل كان صعب عليك بالفترة الماضية اما بالنسبة لبيت الاصدقاء فالامور تقريبا فيها نوع من انواع الضغط والتوتر خلال اليوم هاد حاول قدر الامكان انك انت تمشي لاخر يوم ممكن يصير فيه لقاء صداقة او بعلاقة معينة او تقارب ما بينك وبين صديق خلال هذا اليوم وتنجزوا اعمال مشتركة اما بالنسبة لبيت المتاعب فانا شايف الامور فيها نوع من انواع الضغط فعشان هيك منقول لك حاول تنجز الاعمال الضرورية والمهمة حاول انك يعني تاخذ قصد كافي من الراحة تراقب غذائك وراحتك وادويتك بشكل جيد برج الجوزاء تكثر لديكم الاتصالات والتنقلات ومنكم ممكن يخرج في نزهة قصيرة بيكون عندكم تعامل مع اخ او جار بتطالعك فترة حافلة بالواجبات والمسؤوليات على انواعها اهمش انك ما تتهرب منها ممكن يتغير الوضع لصالحك شرط التحلي بالليوني والدبلوماسية في التفاوض ممكن تكثر عندك الزيارات والتنقلات ولكن بدك تدير بالك اثناء التنقلات وبدك تدير بالك اثناء النقاشات من العصبية والحدية اما بالنسبة للبيت الاول فانا شايف الامور تقريبا فيها نوع من انواع الضغط فعشان هيك منقول لك على الوضع النفسي دير بالك من العصبية والحدية ومن تقلب المزاج لانه شوي ممكن يسبب لك نوع من انواع النفور او التوتر خلال هذا اليوم اما بالنسبة للبيت الثاني فالامور تقريبا جيدة ودعمة على المستوى المالي ولكن بتكثر عندك المصريف او الدفعات او التهور في صرف النقود خلال هذا اليوم بدك تدير بالك من المصريف لزيادة يعني او بعض المطالبات المالية اما بالنسبة للبيت الثالث فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الرابع جيد على مستوى البيت بيدعمك ممكن في تفاهم او تأقلم على الوضع العام ما بينك وبين افراد العائلة ممكن تنجز بعض الامور العائلية او الاهتمام ببعض الصيانة او الترتيب او يعني عمل شيء لعلاقة بالاعمال الروتينية اليومية اما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي فانا شايف ما زالت الامور فيها نوع من انواع التقلب النفسي عندك فهي بيشكل لك نوع من انواع الحدية او العصبية اثناء التعامل مع الحبيب خلال هذا اليوم وهذا الاشي ممكن يحمل لك بعض التوترات اما بالنسبة لساعات ما بعد الظهر يعني العصريات ايكي ممكن لاجواء تصير ايجابية ويكون فيه لقاء عاطفي عندك او اتصال عاطفي او يجيك خبر من احد الاحبة اما بالنسبة للبيت السادس فهو ضاغط على مستوى العمل وعلى مستوى الصحة فعشان هيك منقول لك دير بالك الاجواء فيها نوع من انواع الضغط ما تراكم العمل عندك حاول تنجز الاعمال اول باول بدون عصبية احدية وفي نفس اللحظة راقب وضعك الصحي اما بالنسبة للبيت السابع بيت الشراكي المالية والعاطفية وبيت الازواج فانا شايف الامور تقريبا روتينية على طبيعتكم تتعاملوا ما فيه لا ايجابي ولا سلبي على حسب الطبيعة اللي انتوا فيها اليوم بتكونوا على هيك طبيعتكم اما بالنسبة للبيت الثامن فانا شايف فيه ساعة الظهر ممكن يصير فيه قلق مالي او ضغط مالي او ممكن امور العلاقة بالمصاريف او المطالبات المالية او امر العلاقة في بنك او في مصرف اما باقي اليوم فالأمر روتيني جدا على الموضوع الاموال المشتركة اما بالنسبة للبيت التاسع فانا شايف الامور جيدة جدا خلال هذا اليوم وبتدعمك بقوة ممكن يكون في بعض الاشياء اللي لها علاقة بالاتصالات بالمواصلات البعيدة بريد اه رسالة من برا شخص بتطمئن على حاله خارج البلاد يعني بتكثر عندك الاتصالات على انواعها اه ممكن اللي عندهم امتحانات او اوراق قانونية او معاملات اليوم برضو ينجزوا اشياء ايجابية اما بالنسبة للبيت العاشر فالامور جيدة وبتدعمك برضو ولكن برضو منقول لك يعني بظل في نوع من انواع الضغط من بعض الزوايا فعشان هيك منقول لك حاول انك ما تشوه سمعتك كمان اليوم التزم بالقوانين والاعمال ركز بشكل جيد على اساس ما تشوه سمعتك ما تخالف القوانين مهما كانت الظروف لغاية ساعات ما بعد الظهر بعدين الاجواب تصير ايجابية ودعملة اليك مش يعني تروح تخالف القوانين اه وازعل هسا لا يعني بالظل انه الامور بتصير احسا من الاول ما فيه اي تهديد لسمعتك اما بالنسبة لبيتك 11 فالامور على مستوى بيت الصداقة تقريبا ما زالت الاجواء متقلبة اما مستغل انت من بعض الاصدقاء او يعني بيتذكروك في اوجاعهم وحاجتهم فهذا الاشي ممكن يزعجك او يعني يسبب لك بعض التوترات اما بالنسبة لبيت المتاعب فهو ضاغط عشان هيك انجز العمال الضرورية والمهمة ما تخلي العمال تتراكم عندك حاول انك انت ما ترهيق حالك كثير راقب غذائك وراحتك خلال هذا اليوم وحاول انك انت يعني شوي هيك ممكن يكون لك زيارة لمريض او عيادة مريض او ممكن الاطمئنان على صحتك او صحة احد الاحبة برج السرطان تم فرصة لمكسب مالي من عمل اضافي مع هيك احذروا من اي قطوة مالية جديدة لاسيما شراء حاجية ثمينة ممكن تعالج استحقاق مالي لا تتسرع بتوظيف الاموال بل دقق بالتفاصيل ممكن تطمئن خواطرك نوعا ما وتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ اما بالنسبة للبيت الاول فانا شايف الامور يعني تقريبا متقلبي على العامل النفسي بين ايجابي سلبي ايجابي سلبي طول اليوم فعشان يكبدك تدير بالك من بعض التوترات او الاستفزازات او التراخي في انجاز بعض الاعمال اما بالنسبة للبيت الثاني فكما ذكرنا في بداية التوقعات ولكن في نقطة يعني ما ذكرتها انا انه دير بالك من المصاريف لزيادة اما بالنسبة للبيت الثالث فالامور ضاغطة شوي بسيطة عليك على مستوى التنقلات والاتصالات في نوع من انواع الحدية او الاضطراب في في ردات فعلك حاول تركز بشكل جيد بدون عصبية ولا حدية بتنجز بعض الاعمال والامور بشكل جيد اذا ركزت اما بالنسبة للبيت الرابع فانا شايف على مستوى البيت لاخر يوم في نوع من انواع الضغط الكبير فبعدها الامور بتبلش تخفي شوي شوي ولكن انه جمالا هذا اليوم برضو تدير بالك من بعض الاعطال او الخلافات او سوء التفاهم على مستوى البيت او مع احد افراد البيت او مشتريات او التزامات الزيادة اما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي تقريبا لاجواء جيدة بتدعمك بقوة خلال هذا اليوم فممكن يصير فيه تقارب او اتصال او تواصل ما بينك بين الحبيب او الاهتمام بمسألة بتتعلق بالحبيب اما بالنسبة للبيت السادس فالامور على مستوى العمل والصحة تقريبا متقلب خلال هذا اليوم فعشان يكي منقولك الاغلب انه حاول انك تنجز الاعمال الضرورية والمهمة ما تخلي الاعمال تتراكم عليك وبرضو في المقابل انت اهتم لصحتك بشكل جيد اما بالنسبة للبيت السابع فالجو قوي جدا ما بينك وبين شركاء المال والعاطفي يعني والازواج فاليوم ممكن تتراجع عن قرار سابق وممكن يصير فيه مصالحة ما بينكم او تقارب في وجهات النظر ممكن حل خلاف معين ممكن انه يعني تنجز وعمل مشترك اما بالنسبة للبيت الثامن فشايف الامور برضو فيها نوع من انواع الايجابية بتدعمك فممكن تنجز بعض الاعمال اللي لها علاقة بدين او قرد او امور بنكية او ضريبة او اشياء لها علاقة بتأمين مستردات كلها هاي يعني ايجابية بالنسبة لها لك اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء تقريبا يعني نصف النهار الى غاية ساعات الظهر تقريبا بكون الوضع ضاغط وبعدين الامور بتبلش ترجع على الايجابية يعني ممكن خبر صار تنجز بعض الاعمال يجيك بريد يجيك رد من الخارج على مسألة معينة تفرح لامر بتعلق في امور خارجية فهذا الكل ممكن يصير معك يعني في تقلب اليوم ما بين ايجابي وسلبي في امور البيت التاسع اما بالنسبة للبيت العاشر ففي ضغط على مستوى البيت العاشر فعشان هي كم نقول لك دير بالك من اي امر ممكن يشوه سمعتك حاذر من الخلافات برضو حاذر من اي مخالفة للقوانين عاول انك تنجز اعمالك بسلاسة ما تدخل بخلافات او صدامات مع زميلك بالعمل او رئيسك بالعمل وما تتأخر عن دوامك اما بالنسبة لبيتك 11 فالاجواء برضو فيها نوع من انواع الضغط على مستوى بيت الاصدقاء فيعني لاخر يوم بعدين الاجواء بتصير ايجابية بتدعمك بقوة وممكن انه اليوم يعني يصير فيه نوع من انواع التقلب ما بين نصف النهار الاول يعني ممكن نصف الاول يكون فيه خلاف مع صديق ولكن في النصف الثاني ممكن يكون فيه دعوة ولقاء ومناسبة او اجتماع مع الاصدقاء او اتصال يسعدك اما بالنسبة لبيت المتاعف فميقول لك دير بالك ما تضغط حالك كثير حاول انك تنجز اعمالك الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم ما تحاول انك تخوض في اي مسائل ممكن انها تسبب لك نوع من انواع لارباك او مثلا اتراكم الاعمال عندك انتبه لصحتك لغذائك وممكن ان تهتم بصحة احد الاحباب برج الاسد بتبدأ اليوم فترة افضل من سابقتها بتعدلكم نشاطكم المفقود بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة بالدعم من مركزكم الاجتماعي يعني ممكن توضح وجهة نظرك والاهتمام بمظهرك بتشعر بالحماسة شوي بتنشغل بوضع حجر اساس لمشروع جديد في بعض الحلول اللي ممكن تكون مذهلة خلال هذا اليوم ولكن برضو عن المستوى النفسي ممكن انه شوي تكون في عندك بعض التقلبات النفسية خلال هذا اليوم اما بالنسبة للبيت الثاني فالامور تقريبا لغاية منتصف النهار او للعصر تقريبا بتكون في نوع من انواع الضغطات المالية او المطالبات او الالتزامات او الاهتمامات ببعض المسائل المالية الطارئة ولكن بعد العصر تقريبا اما انها تفرج او بيجيك خبر شوي ايجابي اما بالنسبة للبيت الثالث فالامور تقريبا فيها نوع من انواع القوة بتدعمك على مستوى التنقلات والاتصالات ولكن بيكون غالب عليك نوع من انواع الحدية بالطباع او ردات الفعل السريعة اللي ممكن يكون فيها نوع من انواع العصبية او تقلف المزاج اما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت الامور جيدة مدعوم بطاقة كبيرة في نوع من انواع التقارب ما بينك وبين افراد العائلة ممكن اليوم يعني تهتم ببعض المسائل البيتية أو تقارب بينك وبين أفراد العائلة وممكن تفرح خبر عائلي أما بالنسبة للبيت الخامس فالأمر على المستوى العاطفي جيد جداً بيدعمك بقوة خلال هذا اليوم فعشان هيك اليوم ممكن تقارب ما بينك وبين الحبيب أو ممكن أنه يكون فيه خبر من أحد الأحبة شوي ساعدك خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت السادس على الوضع الصحي بدك تدير بالك الأمور مش بسيطة فحاول قدر الإمكان أنك تراقب صحتك بشكل جيد خلال هذا اليوم المعدة الصدر نبض القلب ممكن شوية تشد عضل في الأكتاف ومنتصف الظهر يعني ممكن تعاني من بعضها حاول برضو أنك تنجز الأعمال بشكل جيد بدون ما تخلي الأعمال تتراكم عليك خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراكية تقريباً الأجواء إيجابية خلال هذا اليوم تدعمك شيئاً ما فيه نوع من أنواع تقارب ما بينك وبين الشريك أو الزوج خلال هذا اليوم ممكن مصالحة أو تقارب في وجهة النظر أو حل مسألة معينة أما بالنسبة للبيت الثامن فالأمور على المستوى المالي فيه شايف أنا فيه نوع من أنواع الارتباك المالي خلال هذا اليوم إما ضغط مالي أو مصاريف زيادة أو دفعات أو أمور طارئة بتظهر على الساحة شوي ممكن تربكك فحاول أنك أنت تحلها بطريقة عقلانية ودير بالك على بعض مقتنياتك من الضياع أما بالنسبة لما بعد العصر ممكن تسمع انفراج معين أو نوع من أنواع يعني أمر الطفيف هيك يكون فيه نوع من أنواع المساعدة أما بالنسبة للبيت التاسع فهو ضغط فعشان هيك يحمل لك نوع من أنواع الارتباك على مستوى الاتصالات البعيدة أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد ممكن توتر من مسألة معينة أو تقلق على مسألة معينة أو على شخص خارج البلاد ممكن شوي الأمور يكون فيها نوع من أنواع إذا كان عندك امتحان ما تعتمد على الحضوض بدك تركز بشكل جيد لأنه شوي ذهنك بكون مشتت خلال هذا اليوم أما بالنسبة لبيتك العاشر بيت السمعة فالأمور جيدة بتدعمك بقوة فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وفي منك رح يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة يعني ببعض الأعمال المهمة ممكن تنجزها لحالك ويكون عمل مميز أو مع زميل أو رئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فلآخر يوم بيحمل نوع من أنواع الضغط والتوتر يمكن لحظة أنه بلش فيه نوع من أنواع التوافق ما بينك وبين بعض الأصدقاء خلال الأيام الماضية ولكن اليوم يعني تقريبا الأجواء بتصير أفضل مخصوصا مع اقتراب ساعات الظهر ممكن دعوة للقاء أو لاجتماع بالأيام القادمة أو اتصال مفاجئ من صديق أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو ضاغط عليك فعشان يك بنقول لك حاول تنجز العمال الضرورية والمهمة حاول أنك ما تدخل بأي صدمات خلال هذا اليوم أراقب غذائك بشكل جيد أدويتك وبرضو في نفس اللحظة بدك تنتبه ممكن تقلق بشأن صحة أحد الأحبة خلال هذا اليوم برج العذراء بسيطر التعب عليكم حاول تنظيم أموركم والمحافظة على صبركم المعهود أثناء تصريف أموركم والتعامل مع الغير حاذر من الأفكار السودة والمعنويات المنخفضة ممكن إذا تخيب أمالك أو تتأخر أعمالك ابتعد عن الضجيج والصخب وما تحسم قرار ولا تكون لجوج ممكن يخذلك الحظ خلال هذا اليوم يعني الأمور تقريبا فيها نوع من أنواع الضغط فعشان هيك بدك تدير بالك القمر موجود في بيت المتاعب معناته أي قرار راح تتخذه خلال الفترة هاي ما راح يكون لمصلحتك أما بالنسبة للبيت الأول بما أنه البيت المتاعب ضغط معناته بيتك الأول بده يعمل لك نوع من أنواع التقلب النفسي أو بعض الإضطراب أو بعض العصبية أو التقلب في المزاج أو الحدية في الطباع بشكل متقلب أو ما تقدر تنجز بعض الأعمال الموكلة للا إلك أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف على المستوى المالي برضو في نوع من أنواع الضغط والارتباك فعشان هيك بدك تزيد المصاريف أو الاهتمامات المالية اللي بكون فيها شيء صعب ممكن تتفاجأ من ردة فعل معينة أو ممكن أنه تنخذل على المستوى المالي من دعم أو من شخص بيحاول أنه يعني كنت مركن عليه بشيء ولكن ما زبطت الأمور معك أما بالنسبة للبيت الثالث برضو في نوع من أنواع العصبية في الطباع والحدية هاي بتعمل لك نوع من أنواع التقلب والإضطراب خلال هذا اليوم حاول أنك تركز بشكل جيد على أساس أنه ما تكبر الفجوة وما تختلق المشاكل ما تنتقد وما توجهت انتقادات لاذعة للناس اللي بتعرفهم أثناء القيادة برضو بدك تنتبه بشكل جيد يعني الأجواء شوي فيها نوع من أنواع الصعوبة أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت تقريبا الأجواء نحكي مقبولة شيئا ما في نوع من أنواع التقارب في وجهات النظر أو تقارب عائلي ممكن الاهتمام ببعض المسائل البيتية أو العقارية أو الترميمات تصلحات مشتريات أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت الخامس فالأمور على المستوى العاطفي جيد يعني بتدعمك عاطفيا تقارب ما بينك وبين الحبيب ممكن اتصالات أو تواصل أو مساعدته في مسألة معينة أو يساعدك هو في مسألة معينة ممكن تهتم بأحد الأحبة خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت السادس فالأمور ضاغطة على المستوى العمل وعلى المستوى الصحي فعشان يكمل لك بدك تدير بالك من إنجاز الأعمال ما تحاول تخلي الأعمال هيتتراكم عندك خلال هذا اليوم وبرضو في نفس اللحظة راقب وضعك الصحي ما تخلي الأمور شوي تضغط عليك خلال هذا اليوم وتتراكم الأعمال عندك أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراكي برضو ضاغط شراكة مالية عاطفية بسبب لك نوع من أنواع الإرباك فهو ممكن اليوم صير في مشكلة أو خلاف ما بين الأزواج أو شركاء المال أما بالنسبة للبيت الثامن فالأمور برضو ضاغطة على مستوى الأمور الأموال المشتركة وهذا بسبب لك نوع من أنواع الإرباك لكن أي خطوة في هذه الفترة على مستوى الأموال المشتركة راح تكون مش لصالحك فعشان هيك يحاول تهدي أعصابك شوي بتعامل في أمور البنوك والقروض والالتزامات بطريقة عقلانية يعني ما تحاول أنك أنت تأخذها بس يعني بدون ما تكون جاهز لها أو تكون الجراءات أو المعاملة كلها مكتملة أما بالنسبة للبيت التاسع فبرضو نفس الشيء الأمر روتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي فعشان هيك الأمور على مستوى الاتصالات البعيدة أو المواصلات أو الأمور القضائية أو إلى ما لا نهاية مما يتعلق في البيت التاسع كلها هاي بتكون روتينية على طبيعتك تتعامل ولكن في منتصف النهار ممكن تسمع خبر شوي مش جيد أو يزعجك أما بالنسبة لبيت السمعة فبرضو طاغط فعشان هيك منقول لك ما تخالف القوانين ما تعمل أعمال مشبوهة ما تدخل في أي شيء ممكن يسبب لك تشويه لسمعتك ما تتأخر عن عملك ما تدخل بخلافات أو صدمات مع زميل في العمل أو رئيسك في العمل حاول تنجز كل أعمالك بوقتها أما بالنسبة لها بيت الأصدقاء فلآخر يوم في نوع من أنواع الضغط على بيت الأصدقاء والمعارف ممكن تنتفاجأ للغاء مناسبة معينة أو تأجيلها أو لقاء أو ممكن أن يصير فيه ردة فعل سلبية بتعاملك ما بينك وبين صديق معين أما بالنسبة لبيتك بيت المتاعب فما نقول لك دير بالك يعني الأجواء ضاغطة عليك فعشان هيك ينجز الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم ما تحاول أنك أنت تكبر الأمور الزيادة حاول أنك شوي هيك يتهتم بصحتك بغذائك برضو ما تنجرفش وراء اشياء ممكن أنها تسبب لك نوع من أنواع الإرباق خلال هذا اليوم برج الميزان بتنشطوا اجتماعياً وبتلتقوا الأصدقاء منكم ممكن يتلقى دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة بتكون تنقلاتك مهمة وبتمتع بسرعة الخاطر بتحدد توجهاتك الفكرية والاجتماعية حتى السياسية بتعرف لقاء يعني يكون داعم شوي خلال هذا اليوم ما تماطل بل تشجع على العمل الاجتماعي أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأمور تقريباً نقدر نحكي أنها روتينية ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثاني فتقريباً يعني ضغط مالي أو مصريف أو التزامات أو قلق مالي بصير عندك حاول أنك تدير بالك على بعض مقتنياتك من الضياع أو السرقة وما توقع على أمور تجارية أو عقود بدون ما تدرسها بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الثالث فالأمور يعني برضو على مستوى الاتصالات والمواصلات والتنقلات فيها نوع من أنواع الحدية فمزاجك شوي عصبي أو فيه نوع من الحدية أو الغضب عندك بسبب لك نوع من أنواع التوتر خلال هذا اليوم اللي عنده امتحان بده يركز بشكل جيد ما يعتمد على الحضوض نهائياً وبرضو في نفس اللحظة أثناء القيادة بدك تدير بالك أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت الأمور جيدة يعني بتدعمك بقوة خلال هذا اليوم وهذا بيعمل لك نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين أفراد العائلة وممكن يكون فيه خبر عائلي جيد بيسعدك أو ممكن يحدث أي خبر على مستوى البيت يكون فيه نوع من أنواع الإنبساط أو سعادة أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي شايف الأمور فيها ضغط فعشان هيك أنت متوتر عاطفياً أو بيقلقك شاء عاطفي أو أحد الأحبة أو أحد الأبناء يعني ممكن شوي تنزعج على مسألة معينة أو تهتم في هاي المسألة بشكل يعني يكون حساس شوي أما في ساعات المساء يعني ممكن الأجواء تصير ألطف على المستوى العاطفي أو يصل لك خبر إيجابي أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء ما زالت فيها نوع من أنواع الضغط على العمل فعشان هيك ممكن يتراكم عندك بعض الأعمال خلال هذا اليوم وممكن تهتم بمسألة صحية أما بالنسبة للبيت السابع فأنا شايف على مستوى بيت الشراك المالي والعاطفية يعني شوي في روتيني ولكن في ساعة الظهيرة ممكن هيك تعصب من مسألة معينة أو تحتد أو خلاف ما بينك وبين الشركاء شركاء المال أو العاطفي يعني الأزواج أما بالنسبة للبيت الثامن برضو روتيني ولكن في ساعة الظهر ممكن تظهر بعض المسائل المالية أو الاضطراب المالي أو اهتمام بدفعات أو التزامات أو أشياء ممكن أنها ما تتحقق خلال هذا اليوم فتنزعج منها أما بالنسبة للبيت التاسع فتقريبا الأجواء فيها نوع من أنواع السلبية ممكن يعني بعض الأمور تتعطل وتنتظر أنت رسالة برضو ما توصلك خلال هذا اليوم ممكن في ساعات المساء توصلك ولكن أنه بتظلق قلق طول اليوم على هاي المسائل اللي هي اتصالات مواصلات بعيدة اهتمام في أشخاص خارج البلاد أشياء من هذا القبيل كلها أوراق قانونية أو معاملات كلها هاي ممكن أنه يكون فيها بعض المماطلة خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت العاشر فهو جيد على مستوى بيت السمعة وبدعمك بقوة فممكن اليوم تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وممكن اليوم تنجز عمل كان صعب أنك تنجزه بالفترة الماضية وممكن تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة يعني فيه أشياء تتعلق في زملائك بالعمل أو رئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فبرضو فيه نوع الضغط هذا اللي له مدة طويلة يعني ممكن يبلش يخف خلال هذا اليوم بشكل تدريجي ممكن يكون فيه لقاء أو تعامل مع صديق أو لقاء أو دعوي أو مثلا استشارة أو مساعدي أما بالنسبة لبيت المتاعب فما زالت الأجواء ضاغطة فعشان هيك منقول لك حاول أنك تهتم بصحتك شوي راقب وضعك الصحي بخذ قسط يافي من الراحة ممكن تقلق بشاء صحي بتعلق في أحد الأحبة برج العقرب بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل يوم مناسب لمن يبحث عن عمل هدئ من روعك وما تنفعل اتجنب مخالفة القوانين وإحرص على استقرارك اتجنب الخلافات والمجازفات الشائكة وإحرص على لجمها إذا شعرت ببدايتها أما بالنسبة للبيت الأول فالأمور تقريبا نقدر نحكي فيها نوع من أنواع الضغط لكن هو روتيني إجمالا يعني ما بنا نقول لك إنه سلبي ولكن في ساعات الظاهرة ممكن هيك يتقلب مزاجك أو تحتد أو يعني يصير شيء يعكر مزاجك خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثاني على المستوى المالي في ضغط يعني فيه مصريف فيه دفعات فيه التزامات فيه قلق مالي فيه أفكار فيه أشياء من هذا القبيل شوي بدها نوع من أنواع التركيز ما بدها عصبية ما بدها حدية حاول إنك أنت جدولها بشكل جيد وابعد عن المصاريف لزيادة يعني رتب الأمور المالية بدون اندفاع بدون ما تحسب العواقب أما بالنسبة للبيت الثالث فالأمور على مستوى التنقلات والاتصالات فيها نوع من أنواع العصبية أو مزاجك فيه نوع من أنواع العصبية حاول إنك أنت تمسك أعصابك شوي ما تندفع ما تتهور ما تقلق الزيادة عن اللزوم وفي نفس اللحظة يعني أثناء التنقلات دير بالك ما في يعني بدك تنتبه أثناء القيادة اللي عنده امتحان بده يركز بشكل جيد وما تندفع ما تتهور في الإجابات أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت يعني شوي الأجواء تقريبا نقدر نحكي فيها نوع من أنواع الإيجابية على المستوى البيتي ولكن انت مشغلك فكرة معينة أو موضوع بيتعلق في البيت يعني شو أو في أمور العقارات شوي ممكن تسبب لك نوع من أنواع الارتباك ممكن بعض الأعمال أو النشاطات المنزلية أو الاهتمامات في بعض المسائل اللي بتتعلق في البيت شوي يكون منها مربك ممكن اهتمامات تصليحات أو ترتيبات أو بعض المشتريات أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي تقريبا الأجواء يعني شيئا ما إيجابية ولكن انت في عندك قلق في الداخل فالقان من مسألة معينة هي اللي محيريتك أو موتريتك خلال فترة هاي يعني حاول قدر الإمكان أنك ما تخلي الخلق نفسي سيطر عليك كثير أما بالنسبة للبيت السادس على مستوى العمل والصحة فممكن تنجز بعض الأعمال ولكن ما يعني ممكن منها يكون مرهق بالنسبة لك الوضع الصحي بده شوية رقابة أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراك المالي والعاطفية تقريبا الأجواء منقدرش نحكي سلبية ولكن ممكن تتعامل على حسب طبيعتك مع الزوج خلال هذا اليوم إلا أنه ممكن تظهر بعض المسائل اللي فيها بعض الخلافات أو ردات الفعل أو الانزعاج من تصرف الزوج أما بالنسبة للبيت الثامن على مستوى الأموال المشتركة برضو بتراكم بعض الأمور المالية أو الدفعات أو الالتزامات أو الفواتير أو الحسابات فممكن هذا الإشي برضو يسبب لك نوع من أنواع الإزعاج حاول أنك ترتبها بشكل جيد ودير بالك على بعض مقتنياتك من الضياع أما بالنسبة للبيت التاسع فهو تقريبا روتيني على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص من خارج البلاد ولكن ممكن يكون في نوع من أنواع القلق على شخص مقيم خارج البلاد أو على رسالة معينة أو مثلا خبر معين بوصلك شوي ممكن يقلقه خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت العاشر فهو جيد ممكن تنجز بعض الأعمال الضروري زي ما حكينا في بداية التوقعات يعني إيجابي وبيدعمك بقوة أما بالنسبة للبيت الأصدقاء فتقريبا الأجواء إيجابية فممكن اليوم يكون فيه لقاء أو دعوة أو اجتماع أو تواصل مع صديق معين يعني شوية هيك الأمور تصير إيجابية أو تقارب في وجهة النظر أو عزومة للأيام القادمة لحضور حفلة أو مناسبة أما بالنسبة لبيت المتاعب فما زال فيه نوع من الروع الضغط فعشان هيك نقول لك دير بالك على صحتك إنجز الأعمال الضرورية والمهمة ما تضغط على نفسك الزيادة خذ قصد كافي من الراحة وفي نفس اللحظة راقب غذائك وأدويتك وممكن اليوم يحمل لك بعض القلق بيتعلق في أحد الأحبة برج القوس بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر أو بالاتصالات البعيدة طبعا السفر مش سفر بعيد طيارة أو هذا لا ممكن أنه تنقلات وسيارات بين مدن أو محافظات أو أشياء من هذا القبيل واتصالات بعيدة ممكن تشارك في حملة أو ورشة عمل تشتد رغبتك في التقرب من أحبائك وتعزيز العلاقة معهم ممكن تسافر في رحلة أو تفرح لانفراج أو تسوي مهمة بتهتم بهواية جديدة عندك نوع من أنواع الحيوية ممكن تتحمس لمتابعة أو للمساعي أو ممكن يكون فيه قدرة على التواصل مع المحيط خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأمور تقريبا روتينية على المستوى النفسي ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي خلال هذا اليوم يعني نفسيتك هي هي على طبيعتك ولكن في ساعات الظهر ممكن تنضغط من مسألة معينة أو تعصب أو تحتد أما بالنسبة للبيت الثاني فالأمور تقريبا فيها نوع من أنواع الضغط وتوتر على المستوى المالي أو القلق المالي أو ممكن يعني بعض الالتزامات الطارئة تظهر أو المصاريف للزيادة خلال هذا اليوم ممكن في ساعات العصر يعني تلوح فرصة لمكسب مالي أو بعض الهبات أو المساعدات أما بالنسبة للبيت الثالث فعلى مستوى التنقلات والعصبية والحدية في الطباع هذه موجودة عندك فشوي بتكثر عندك اليوم التنقلات ولكن بعصبية ممكن اليوم تتوتر تعصب تحتد ممكن تناقش بصعوبة كمان أو بحدية الطباع مزاجك مش رايق حتى للنقاش يعني اللي عنده امتحان على المستوى المدرسي بده يركز بشكل جيد اللي مثلا ممكن يصير فيه تعامل ما بينك وبين أخ أو جار ولكن دير بالك من الحدي أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت في بعض الأمور البيتية أو العقارية بتخلقك خلال هذا اليوم أو مسألة عائلية أو ممكن توتر من مسألة معينة أو حدث مثلا منزلي شوي تسبب لك نوع من أنواع الإرباك أو الارتباك شوي بدك تركز بشكل جيد ممكن بعض العطال صياني مشتريات التزامات أو قلق على أحد أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت التالي الخامس فالأمور جيدة بتدعمك عاطفيا بتعملك نوع من أنواع الحضوظ بتدعمك خلال هذا اليوم ممكن تقارب في مسائل أو في شيء معين ممكن مساعدة ما بينك وبين الحبيب خلال هذا اليوم أو عاطفتك تكون جياشي أكثر أما بالنسبة للبيت السادس فالأمور متقلبة على مستوى العمل فممكن صعوبة على إنجاز بعض الأعمال أو تتراكم عندك بعض الأعمال خلال هذا اليوم أو الأعمال تكون كثيرة وفي منكه رح يكون في عنده يعني بده يراقب صحته بشكل جيد أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى الشراك المالي والعاطفية أو العلاقة ما بين الأزواج يعني بتحمل نوع من أنواع التوتر أو الحدية خلال هذا اليوم وهذا بسبب نوع من أنواع الإرباك مشكلة أو خلاف أو سوء تفاهم ممكن يحدث بشكل طارئ أما بالنسبة للبيت الثامن فهو برضو ضاغط بقوة خلال هذا اليوم وبسبب نوع من أنواع الإرباك إما التزامات أو دفعات أو بعض الأمور اللي إلها علاقة بتعطيلات أو تتعطل بعض المسائل المالية اللي إلها علاقة ضريبة أو تأمين أو أو بنوك أو أشياء من هذا القبيل ودير بالك على بعض مقتنياتك من الضياع أما بالنسبة للبيت التاسع بالأمور مثل ما ذكرناها في بداية التوقعات أما بالنسبة لبيتك العاشر بيت السمعة يعني مش ضاغط كثير ولكن برضو ما نقول لك دير بالك يعني ما توقع على عقود تجارية خلال هذا اليوم حاولت الدرسها بشكل جيد وفي نفس اللحظة راقب حديتك أثناء العمل ما تجازف ما تخالف القوانين يعني بدك تكون يعني حذر أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فتقريبا لا غاية ساعات الصباح الأمور فيها نوع من أنواع الضغط والتوتر ولكن بعد ساعات الصباح الأجواء بتصير إيجابية بتدعمك على مستوى العلاقات والأصدقاء وممكن يتوجه لك دعوي أو حضور حفلة أو مناسبة أو لقاء مع بعض الأصدقاء أما بالنسبة لبيت المتاعب فمنقول لك إنجز الأعمال الضرورية والمهمة حاول تأخذ قصد كافي من الراحة انتبه لغذائك لراحتك خلال هذا اليوم ممكن تقنق بشأن صديق أو حبيب خلال هذا اليوم برج الجدي بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة من جهة ثم فرصة لمكسب من شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى يجب الحذر من أي شراكة مالية جديدة ممكن تناقش موضوع تمويل أو قرض أو ممكن تحصل على تسوية ما كنت تحلم فيها بالفترة الماضية بتناقش مواضيع مهمة وممكن تجتاز امتحان صعب خلال هذا اليوم عالج الشؤون العائلية المهمة أما بالنسبة للبيت الأول فالأمور جيدة على المستوى النفسي فهذا بيعمل لك نوع من أنواع التقارب أو حلول لبعض المسائل يعني نفسيا أنت اليوم أفضل من الفترة الماضية أما بالنسبة للبيت الثاني يعني ما زالت الأمور المالية مقلقة بالنسبة لك بالتزاماتها أو ضغطها أو بعض مصاريفها أو بعض المستجدات المالية اللي ممكن تسبب لك نوع من أنواع الإرباك ولكن من ساعات العصر تقريبا بتبلش الأمور تنحل أو بظهر بصيص أمل لمسألة معينة ممكن أنك تحلها بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الثالث فبرضو العصبية مسيطرة عليك فعشان هيك منقول لك دير بالك حافظ على نفسيتك بشكل جيد ما في داعي للعصبية ولا للحدية ما في داعي للتوتر يعني الأمور تنحل أثناء تنقلاتك بدك تنتبه وبرضو أثناء نقاشاتك بدك تركز بشكل جيد بدون عصبية أما بالنسبة للبيت الرابع ما زال موضوع البيت ولكن أقل من الأيام الماضية ولكنه متقلب خلال اليوم ما بين سلبي وروتيني سلبي وروتيني طول اليوم فعشان هيك ممكن تظهر بعض المسائل البيتية اللي تربكك أو العائلية أو بعض المستجدات اللي تسبب لك نوع من أنواع التوتر حاول أنك تنجزها بشكل جيد بدون عصبية وبدون حدية أما بالنسبة للبيت الخامس فالأمور تقريبا عن المستوى العاطفي برضو متقلبة فهذا بسبب لك نوع من أنواع الإرباك العاطفي فلحظات أنت إيجابي لحظات ممكن تتوتر لحظات ممكن تتعصب لحظات ممكن يصير يعني نوع من أنواع التقارب الجيد ما بينك وبين الحبيب خلال هذا اليوم يعني الأجواء فيها تقلبات يحاول أنك تمسك عصابك ممكن تقلق على حبيب أو على ابن أما بالنسبة للبيت السادس فالأمور يعني تقريبا فيها ضغط على مستوى العمل ممكن يتراكم عندك العمل خلال هذا اليوم أو ما تقدر تنجز كل الأعمال المطلوبة منك أو ممكن يعني يصير بعض التعطيلات لإنجاز عمل معين فهذا يسبب لك نوع من أنواع التوتر أو الحدية خلال هذا اليوم في ساعات العصر ممكن تنجز أعمال كثيرة وممكن تطمئن لوضع صحي أما بالنسبة للبيت السابع بيت الشراك المالي والعاطفي فهو روتيني على حسب طبيعتك بتتعامل خلال هذا اليوم ما في شيء لا إيجابي ولا سلبي أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف الأجواء إيجابية ودعميتك بقوة على المستوى الأموال المشتركة فممكن اليوم يجي خبر جيد أو تسعد بخبر إلو علاقة بالأموال المشتركة ممكن أمور إلها علاقة ببنك بمصرف بتأميم بضريبة بأشياء زي هيك وممكن يعني أشياء تكون إيجابية لصالحك أما بالنسبة للبيت التاسع فشايف الضغط موجود على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد وقلق من مسائل إلها علاقة إما بإقامة أو بأوراق قانونية أو معاملات بنكية أو يعني أشياء إلها علاقة في يعني خبر من بعيد ممكن يزعجك أما بالنسبة للبيت العاشر فالأمور جيدة على مستوى بيت السمعة فممكن تنجز بعض العمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وفي منكه رح يكون له تعامل مع زميل أو رئيسه بالعمل بشكل جيد أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فلغاية ساعات الظهر بتكون الأجواء ضاغطة ولكن بعد ساعات الظهر بتصير إيجابية تحمل لك مما لقاء أو مقابلة أو مساعدة أو دعم من صديق معين أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو ضاغط فعشان يمكنك أن نجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وحاول أنك تهتم بصحتك شوي خذ قصد كافي من الراحة ما ترهق حالك كثير ممكن يحمل لك بعض القلق اليوم على مريض أو على صحة شخص معين أو عيادة شخص في مستشفى برج الدلو بترغبوا في تدعيم شراكتكم يوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف آخر حاذر من الخلافات ما تضخم الأمور تبدو مرهف الحس متوتر بسبب قلق ما حاذر إثارة العدائية والبلبلة مزاجك متقلب خلال هذا اليوم في نوع من النوع العصبية ممكن تثير النفور للأشخاص اللي حواليك أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأجواء تقريبا فيها نوع من أنواع الحدية على المستوى النفسي يعني لغاية ساعات الظهر تقريبا وأنت متقلب بالمزاج أو في حدية أو هيك متوتر متجههم أشياء من هذا القبيل ولكن بعد ساعات الظهر بتصير الأجواء إيجابية وبتدعمك بقوة أما بالنسبة للبيت المال فشايف الأمور يعني ضاغطة على المستوى المالي متطلبات ومصاريف ودفعات والتزامات شوي هاي ممكن تسبب لك نوع من أنواع الإيرباك خلال هذا اليوم أو تظهر بعض المسائل المالية اللي يكون فيه منها مربك أما بالنسبة للبيت الثالث على مستوى التنقلات والاتصالات والحركة يعني الأجواء تقريبا أنت نشيط كثير عندك سرعة بديهة عالية بتقدر تقنع أي شخص بوجهة نظرك ولكن تقلب المزاج الموجود عندك أو العصبية ممكن هو اللي شوي يعني يخليك تخسر بعض النقاط خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت يعني فيه بعض القلق أو الاهتمام أو مشاكل أو خلافات أو بعض الأعطال اللي بتهتم فيها أو لازم أنك أنت تهتم أو تعمل تقارب ما بينك و بين أفراد العائلة خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي تقريبا الأجواء برضو فيها نوع من أنواع الضغط بس مش كثير ولكن فيه تقارب عاطفي ممكن لقاء بيحمل لك لقاء أو مساعدة أو مناقشة أو حوار ما بينك و بين الحبيب صحيح ممكن يكون متوتر شوي ولكن إن شاء الله أنه بيكون فيه إيجابيات أما بالنسبة للبيت السادس على المستوى الصحي والعمل ممكن يتراكم عندك بعض الأعمال اليوم أو تهتم في أكثر من عمل مع بعض فما تقدر تنجزهم كلهم مع بعض حاول تركز بشكل جيد ويهتم بصحتك شوي أما بالنسبة للبيت السابع بيت الشراك المالي والعاطفي وبيت الأزواج فكما ذكرناه في بداية التوقعات أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء على المستوى الأموال المشتركة برضو بيحمل لك نوع من أنواع الحدية فهذا بسبب لك إما مصاريف أو دفعات أو مطالبات مالية أو تعطيل لبعض الأمور اللي إلها علاقة بالقروض أو البنوك أو المؤسسات أو فقدان بعض المقتنيات خلال هذا اليوم يعني فيه أجواء مربكة على مستوى الأموال المشتركة أما بالنسبة للبيت التاسع فهو روتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي فممكن تنجز بعض الأعمال أو الاتصالات تاعتك هذه البعيدة على حسب طبيعتك أما بالنسبة للبيت العاشر فهو جيد ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وفيه منك رح يهتم ببعض المسائل اللي بتتعلق إما في زميل أو في رئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فهو نصفين النصف الأول لغاية ساعات الظهر تقريبا بيكون مازل جو متقلب ما بينك وبين بعض الأصدقاء ولكن من بعد الظهر ممكن يكون بيحمل لك لقاء أو مناسبة أو اجتماع مع صديق أو صديق يساعدك في مسألة معينة يعني فيه تقارب ما بينك وبين صديق أو أحد العلاقات أما بالنسبة لبيت المتاعب فأنا شايف الأمور يعني مش ضغطة كثير ولكن منقول لك أنه ركز في إنجاز أعمالك الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم انتبه لغذائك وراحتك وممكن يكون في بعض القلق بيتعلق في صحة أحد الأحبة أو مسألة لها علاقة في أحد الأحبة برج الحوت طبعا القمر في البيت السادس بيبدأ العمل بتراكم لديكم تدريجيا انجزوا فقط ما بوسعكم من عمل دون المبالغة في ذلك انتبه لغذائك وراحتك خلال هذا اليوم ما تهمل الواجبات مهما كثرت أو صعبت لأنه أكيد أنه رح يكون فيه إرباك اليوم على المستوى العمل راعي ظروفك الصحية ممكن تشعر ببعض التقلبات أو الاضطراب الصحي خلال هذا اليوم اللي بيكون بتطلب منك نوع من أنواع الاهتمام بصحتك بشكل جيد كون دقيق ومنظم وراعي ظروفك ومعنوياتك أما بالنسبة للبيت الأول فالأمور تقريبا على المستوى النفسي ضاغطة لأنه إجمالا يعني الأجواء كلها فيها سلبية وحدية فعشان هيك هذا شوي بيحمل لك نوع من أنواع التوتر خلال هذا اليوم النفسي أو التقلب في المزاج أو الحدية بردات الفعل أما بالنسبة للبيت الثاني على المستوى الأمور المالية ممكن تظهر بعض المصاريف أو المتطلبات المالية المفاجئة خلال هذا اليوم أو بعض الالتزامات الطارئة يعني أو مصاريف ممكن تكون ما في داعي لا إلها أما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد على مستوى الاتصالات والمواصلات والنقاشات والتنقلات والنقاشات يعني تقريبا إجمالا بيكون فيها نوع من أنواع الإيجابية ولكن الشرط الأساسي عشان توصل لهذه المرحلة بدك تتجنب العصبية والتهور وتوجيه اللوم لبعض الأشخاص أما بالنسبة للبيت الرابع فالأمور على مستوى البيت يعني تقريبا فيها نوع من أنواع الإيجابية أو التقارب بينك وبين أفراد العائلة ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة المنزلية ممكن تظهر بعض الأعطال البيتية تهتم فيها بشكل مكثف وممكن حدث عائل شوي هيك يربكك خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي تقريبا الأجواء ضاغطة مش إيجابية بتسبب لك نوع من أنواع ردات الفعل السلبية أو التحسس أو القلق على الحبيب أو خلاف معين سوء تفاهم شغلات من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت السادس فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراك المالي والعاطفية إلى أجواء ضاغطة فممكن تسبب لك نوع من أنواع التوتر ما بينك وبين الشريك أو الزوج خلال هذا اليوم وممكن يعني سوء تفاهم ممكن خلاف ممكن ردات فعل سلبية أو عصبية فبدأك تحذر من هذه المسألة أما بالنسبة للبيت الثامن يعني على المستوى الأمور المالية ممكن تحدث بعض الفروق خلال هذا اليوم بأمور العلاقة بالمنوك أو المؤسسات الحكومية زي ضريبة أو تأمين أو أمور العلاقة بمستردات مالية ولكن بدك تحذر من فقدان مقتنياتك أو من أنك تقرض أشخاص بالمال خلال هذا اليوم أما بالنسبة لبيتك التاسع فالأجواء على مستوى الاتصالات البعيدة تقريبا روتينية بتتواصل أنت مع الأشخاص خارج البلاد بشكل طبيعي وروتيني ممكن يحمل لك بعض القلق اليوم ممكن من رسالة أو على شخص خارج البلاد أو على مسألة إلها علاقة بالتنقلات دير بالك يعني أثناء التنقلات على الشوارع المفتوحة أما بالنسبة لبيت العاشر فالأمور جيدة على مستوى بيت السمعة فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وفي منك رح ينجز أعمال بشكل مكثف يعني خلال هذا اليوم لكن بده ينتبه أنه ما يحمل أكثر من بطيخة في إيد وحده يعني يركز إنجز عمل عمل أفضل وفي منك رح يكون له تعامل مع زميل بالعمل أو رئيس بالعمل بشكل إيجابي أما بالنسبة لبيت الأصدقاء لغاية ساعات الصباح الأمور كما ذكرنا في الأيام الماضي وفيها نوع من أنواع الحدية ولكن من ساعات الصباح ممكن يحمل لك لقاء أو مقابلة أو معرفة أو تواصل مع صديق علاقة معينة كيف يدعمك في مسألة معينة في عمل معينة أو إنجاز أمر معين فبكون الجو إيجابي أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو ضاغط شوي عشان هيك منقول لك إنجز الأعمال الضرورية والمهمة حاول إنك ما ترهيق حالك كثير راقب غذائك وراحتك خذ قصد كافي من الراحة خلال هذا اليوم ما تبالغ كثير بالجهد الجسماني ممكن تقلق بشأن صحي بتعلق فيك أو بأحد الأحبة خلال هذا اليوم وممكن يكون عندك عيادة أو زيارة لمريض هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء